اشتركوا في القناة وأنها الدولة العربية الوحيدة ضمن هذه الفئة المتقدمة في تصنيف الخارجية الأمريكية وهو ما تحقق بفضل رؤية العهل المفدة الموجهة نحو رعاية وصيانة حق حقوق الإنسان والتي تستند عليها مقاومات المشروع الإصلاحي القائمة على مبادئ الاحترام والمساواة والعدل مما يشمل المجالات كافة وكذلك توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر والجهود الدؤوبة التي يبزرها سمو ولي العهد والموجهة لإصلاح سوق العمل وهيكلته وأشار مع علي رئيس مجلس الشورى إلى أن جهود مملكة البحرين في هذا المجال متقدمة ومتسارعة بالمقارنة مع العديد من الدول نتيجة استمرار الجهود الرسمية والأهلية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتضافرها ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص